في الوقت الذي تصرف فيه الحكومة الملايير من الخزينة العمومية من أجل دعم أصار الحليب المبسطر وضمان وصوله إلى المواطن الجزائري وخاصة العائلات المعوزة استغل العديد من التجار غياب الرقابة في بعض الولايات بغرب الشرق وحتى جنوب البلاد للرفع من الثمن الذي هو من المفروض 25 دينار ليبيعونه للمواطن ب30 دينار مهيش فقط في المناطق الجنوبية أو الداخلية ولكن للأسف الشديد حتى في المناطق الكبرى ما روحوش بعيد في تيبازة فقط بعض المناطق يباع فيها الحليب 30 دينار في ورقلة الحليب منذ مدة طويلة وهو يباع 30 دينار أكانت أزمة أو لا وإذا كانت الأزمة يزيد يرتفع الثمن هذا الثمن مقنن من عند الدولة الدولة رأي تصرف من الخزينة العمومية حتى يصل إلى العائلة المحتاجة وعليه دعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي المواطن إلى تبليغ ورفع شكاوى للجهات الوصية لوضع حد لهذه التجاوزات التي اعتبرها سرقة في حق العائلات الجزائجية وعليه على المستهلك أن يبلغ عن التجار الذين يبيعون هذا الحليب 50 دينار أيضا على أجهزة الرقابة أن تضرب بيدي من حديد هذه التجاوزات زد على ذلك هناك بعض صلوكات التي شفناها هنا مؤخرا الحكومة تصرف الملايير لدعم أسعار الحليب المبسر والتجار يستغلون غياب الرقابة للتلاعب بثمنه والمواطن هو من يدفع الثمن